أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرتنا اليوم عن العصيات الموجبة لصبغة جرام والمكونة للسبورات جرام positive spore former ناخذ الجنس الأول هو جنس الباسلوس الباسلوس سابروفايتس فوند in soil, water, air and vegetation التواجد هذا الجنس على شكل أحياء رموية التغذية في الترب والماء والهواء والنباتات إذن هو التواجد في كل مكان The most important species are هناك أنواع مهمة من هذا الجنس باسلوس انتراسس باسلوس سيريس باسلوس ترينجينيسيس باسلوس ستس باسلوس ميكتيريوم هذا النماء هي مهمة طبية رح نتعرف على التصنيف العلمي لهذا الجنس هو يعود إلى المملكة باكتيريا فايلوم فرمي كوتس كلاس باسلاء أوردر باسلالس فاملي باسلالسي طبعا الجنس هو باسلوس واكتشف هذا الجنس من قبل عالم كون باسلوس انتراسس نحن أخذ النوع باسلوس انتراسس لأهميته الطبية هذا النوع اسلائت بي كالسيمير دافاين في 1850 تجرف من قبل العالم كالسيمير دافاين في 1850 ما هي المواصفات العامة لهذا النوع أولا بالتأكيد هو جرام باسلالسي نن موتايل فكرتها تبعني روبس لارج باسلالسي مايكرو ميتر هنقل كل شوما انتبه له أصيات هذا النوع تكون كبيرة لارج باسلالسي وتقريبا طولها 4 على 8 مايكرو ميتر وعرض العصية 0.5 إلى 1 مايكرو ميتر إذن عصيات كبيرة نسبيا هاف سكور انتها نقطة كل شو مهمة في هذه العصية نهاياتها تكون مربعة تقريبا طولها وتكون سلاسلها طويلة بحث نبوها بالميكروسكوب ما ينتهي السلسلة لا تنتهي من الفيلد للفيلد من الطرف للطرف مثل ما اللاحظة بهذه الصورة نشوف العصية واحدة مثل هذه العصية نشوف نهاياتها تكون مربعة نهاياتها مربعة والسلاسل تكون طويلة سلاسلها طويلة جدا نهاياتها تكون طويلة جدا نهاياتها تكون طويلة جدا ما اللاحظة و ما اللاحظة نهايتها تكون طويلة جدا يشبه الزجاج المكسور او المقطوع لا يصفه لمستعمراته المساعدة تكون مدوزة هيد تشبه رأس المدوزة هاي الالهة الاغريقية مدوزة هيد اللي رأسه يقطع من عنده الثعابين اللحظة في هذه الصورة نشوفها نشوف كبيرة مستعمرات كبيرة معتمة هذه الجسم المستعمرة وعبالك طعمها بوروزات تشبه بوروزات مدوزة هيد وشكلها عبالك مثل الزجاج اللي مكسور ما هي المصادات الموجودة على سطح هذه البكتيريا واحد كابسولل بولي بابتايد ننتبه جدا على هذه النقطة هنا عكس كل أنواع البكتير الأخرى تكون المحفظة بولي بابتايد وليست بولي ساكرايد ننتبه جدا على هذه النقطة نشوف هذه المحفظة هذه الخلايا وهذه المحفظة حلقة بأحقيمة طبعا تكون من هذه البولي بابتايد 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 نقطة جدا مهمة هاي الكابسيكو الانتيفالبوسيديك مضادة البلعنة المصد الآخر هو المصد الجسمي سوماتيك بوليساكرايت يتولد في السيل وال وليس يعتبر عامل ضراوة وغير ممنع بروتين إكزوتوكسين كوملكس طبعا نحفظ فقط التصنيفات الرئيسة تعداد سوماتيك بوليساكرايت بروتين إكزوتوكسين كوملكس هذا هو الظيافان مالته معقد الظيافان مالته بروتين طبعا يكون إكزوتوكسين يتكون من الأدم فاكتر وبروتكتف انتيجين والليثال فاكتر هذا فاكتر هو أن الأدم الانتفاق والبروتكتف يحمي هذا الظيافان والليثال فاكتر وجزء السام في هذه البروتين نحفظ فقط النقاط اللي هي بالأزرق فاثوجينيسيتي امراضية هذه البكترية تكون البروتكتف وهي بالأساس مرضى للحيوانات وخصوصا العاشبة هيربي فورس تتواجد السبورات وهين البروتكتف تتواجد السبورات على الترب داخل التربة وعلى النباتات انجستد 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 او تدخل عن طريق الجلد الممزق او تدخل عن طريق الممزق دخلت السبور شو سيصير السبور تتتواجد ينبت السبور عندما تتواجد البروتكتف ينبت السبور من دخل بهذه الأنسجة و تتحول الى خلايا خضرية وهي اللي تبدأ تنتج الاكزوتوكسن الكابسول تتواجد فاغوسيتوس الكابسول سوف تحمي الخلية من الخلايا البلعومية انجستد البروتكتف هذا المرض الذي يصاب به هذه البكترية و يناتج عن المهنة اغلب يصاب بهم من مهنتهم سواء كانوا رعاة الاغنام رعاة الماشئة اغلب الناس يصابوا به من المهنة ما هي الأمراض التي تسببها بالإنسان المرضى الأول هو سكين انفكشن نسميه كوتينيوس انتراكس الجمرة الجلدية نشوف أول ما تبدأ على شكل قرحة نلاحظها بالشكل هذا منتقيحة نوعا ما ثم تتحول الى الجمرة كلها أسود مركزها أسود و هذا الرن أيضا يكون أحمر هذا الطرف الرن المحيط هذا يكون محمر وبسبل أدمة بأدمة استسقاء المرضى الثانى والسورتر المرضى يصيب الصوافين هذا يصيب الرئة الدام الصوفين المهضون الصوف والصوف المصابة بالجمرة الخبيثة فتكون الإسبورات عالقة بالصوف مع عملية الغزلة و عملية تبتيت الصوفة والآخرين ستنطلقها الإسبورات بالهواء و يستنشقها الصواف فتصيب الرئة ما تسموه والسورتر الثلاثة سيبت السينية وأربعة سيبت الجمرة في الأمعاء في القناة المعادية المعاوية غاسترو انتستنال انتراكس أربعة أمراض سيبت هذه البكترية خطرة جدا هذا بالنسبة للجنس الباصلس نأخذ الجنس الآخر اللي هو أيضا يكون مكون الإسبورات والغرام بوزيتف سوف نشوف شنو مواصفاته سابروفايت أيضا مثل سابقتها للباصلس في كل البيعات تعيش في كل البيعات تعيش تشبه الجنس الباصلس أيضا تشبه الجنس الباصلس تشبه الجنس الباصلس أيضا أصيهات كبيرة هنا الفرق obligate in aurobs الكروسيدم يكون لا هوائي اجبارا في حين جنس الباصلس يكون لا هوائي اختيارا ممكن يعيش في الأكسجين أو عدم وجود الأكسجين هنا لا الكروسيدم تكون obligate in aurobs لا هوائي اجبارا لا يمكنها العيش مطلقا بوجود الأكسجين هذا الفرق المهم بين الجنسين بعضهم قسم منعته غير متحرك بعضهم قسم منعته أغلب أنواع الجنس تكون غير محاطة بالكابسول بالمحفظة بعض الانواع الجنس تتطفل على القناة المعوية في الإنسان والحيوان وهي منتجة لسموم خارجية عالية السمية شديدة السمية تتطفل على تصنيف العملية هذه البكتيريا هي أيضا من كينجم باكتيريا فايلان فرميكوتس كلاس كلوستريديا أوردر كلوستريديا فاميلي كلوستريديا بالمحفظة 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 اكتشافها العالم برازما بيسكي في سنة ١٨٨٨ طبعا لمعا والسنين ما هو مقابل الحفظ منعاتكم نأخذ النوع كراسيدوم بوشلاينم أسلاتي بانبان امين في ١٨٩٦ كراسيدوم بوشلاينم فاوند في السويل و أفاقا في الانمال فاستريدان موطنها الرئيسة والتربة لكن أحيانا ممكن لها لقيت في فضلات الهيوانات المسيطة المسيطة مقاومة جدا لدرجات الحرارة الحالية بقاومة 100 سليزية لتعامل و 3 إلى 5 شهر يقاوم 100 درجة سليزية لمدة 3 إلى 5 ساعات لأنه مقاومة في هذه الحرارة لكن يتحطم و لكنه يتحطم في البي اتش الحامضي والتركيز الملحي العالي ديوليكي جروث و أورتوليسيز باكتريام لايبريد توكسنس أثناء موتها التحللها و نموها بالحالتين سواء كانت نامية أو تتحلل التحلل ذاتي أورتوليسيز عند الموت هذه الباكتريا ممكن أنه تطلق سمومها هناك سبع أنواع من السموم المتغيرة جينيا من أي إلاجين الأخطر بها هو تايف A توكسن هذا السموم تايف A يكون عبارة عن نوروتوكسن زيفان عصبي شبع عدوية هيماغلوتينين مخثر أو ملزن للدم العقوب which protects the neurotoxin from stomach acid and enzymes إذن هو ممكن يحمي هذا الهيماغلوتينين which protects يحمي نوروتوكسن يحمي نوروتوكسن من هذا الجزء يحمي نوروتوكسن من إنزيمات وأحماض المعدة حوالي 1-2 ميكرو درام is lethal too much مشكلتش يسميه كمية خلج جزء معده تكون قاتلة للإنسان 1-2 ميكرو درام إمراضية هذه البلتريك 2-2 ميكرو درام هذا عبارة عن تسمم يحصل بسبب ابتلاع الغذاء يغذاء بسبب ابتلاع الغذاء إذن هو عبارة عن تسمم يحصل بسبب ابتلاع الغذاء حاوي على هذه البكتيريا التي نمت فيه وأنتجت الديوطان سموكت باكيوم باكت أو كنت الكلاين فوت هذه الأنواع من الأطعمية المخللات المخللات الأكلات الطرشي ومطرشي والأكل الحار سموكت باكيوم الطبخ بالبخار المعلبة كنت الأغذية قلوية المخللات 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 تكون خطرة جداً إذا كانت ملوثة بهذه البكتيريا ينبغل الأغذية قلوية بمشكلة أسل كولين كنا نعرف الأسل كولين أسل كولين يطلق من نهاية العصب على العضلة حتى تتقلص هذا الشيء يُنبغل أسل كولين أسل كولين ويحصل بين العصب والعضلة النورا مسكولي جونسي للألتباط بين العصب والعضلة تحضر عصب البراليسي من إنتجات الكولين عضلة مراحة تتقلص وبالتالي يصبح لدينا شلل ارتخاعي فالعضلات التي وصلها للسم أو المقاتل التي وصلها للسم أحصر بها شلل ارتخاعي نلاحظ هذا الغسم تأكيد مرضي بفصلة لكن الذي عادة نسميه نورا مسكولي جونسي ارتباط ما بين هذا العصب وبين العضلة نلاحظ هذا هو نهاية العصب هذا شبه بمعضة أسل كولين هذه الحوصلات يحاول على مادة الأسلين كولين ستطلق هذه المادة أسل كولين على العصب هذا العفل العضلة وبالتالي يصير التقلص لما يأتي السم ويمنع هذه الحوصلات تنطلق فما رح يصير وجود بالقاب هذه الفجوة ما رح يصير لدينا أبد أن يتقلص وبتنصر ارتخاء بالعوالي وصلنا شلل ارتخاعي تظهر الأعراض بعد 18-30 ساعة تظهر الأعراض بعد 18-36 ساعة بعد تطلق تطلق لكن ليس شرط الأمراضية تكون ولا نعرف شلون الآلية في هذه الفترة بعد 18-36 ساعة الأعراضية تظهر الأعراض بعد 18-36 ساعة بعد 18-36 ساعة بعد 18-36 ساعة كالآتي Visual Disturbance اعتلال الرؤية أو تضبب يعني تخلل بالرؤية Inability to swallow صعوبة بالبدع Speech Difficulty يصل وراها صعوبة بالكلام Death occurs from respiratory paralysis or cardiac arrest سيصبح لدينا الموت بسبب الشلل العضلات التنفس أو بسبب السكتة القلبية أيضا القلب سيتوقف عن النبو عن التقلص بسبب الضيطان فإذن بسبب الشلل الارتخاعي الذي يصير بالعملات بسبب بسبب السكتة القلبية بسبب السكتة القلبية لا يستطيع التقلص بسبب الزيطان الزيطان بسبب أحد أعضاء الفلورة أو أفراد الفلورة للقناة المعاوية في الإنسان والحيوان المرورة بشكل دائم هناك سابروفايت سابروفايت و كذلك غير هذا المكان موجود أيضا وين في التربة كسابروفايت كالرم التربية ايضا هي عصيات كبيرة مكونة للسبورات غير متحركة وهي ايضا مكونة للمحفظة للكابسول تنتج 11 نوع من الديافوانات الفا توكسن اخطر واعد بين والآن هو الالفا توكسن ويعمل ايضا يكسر الليسيثين اللي موجود وين بالاخشية الخلايا الحياة بمعنى اغلب انواع المركبات ستكسر وبالتالي شكو نسيل ممكن يتحطم بسبب هذه البكترية الامراض اللي تسببها هذه البكترية الغاز قانجرين فود بوزنين انتراتيس نيكروتكنس اللي هو التهاب لماء التنخري يوترين انفكشنس اصابات الراحة وهذا نوع طبعا يكون مميد اللوعة الاخر هو كلوستريديوم تيتاني عيسيته بلوغي في 1886 المنصرات العامة لهذا النوع يتواجد في الترب وفي المعال انسان بنسبة 25% يعني 25% من البشر يحملون هذا النوع وكذلك في فضلات الحيوانات موتايل باسلاي هذا يكون متحركة تنس راكت شايف ترمينو سبورت يكون السبور فيها طرفي وبانتفاق يشبه مضرب التنس العصية تشبه مضرب التنس لاحظوا هذه الصورة السبور الطرفي ومنتفخ شوية فكأنه مضرب تنس صورة جدا واضحة فكأنه مضرب تنس فكأنه مضرب تنس لكن يستطيع تحديد بعض المنصرات من الأكسجين تماما هي عبارة عن بكترية لهوائية أجبارا ولكن تتحمل ولا تعيش تتحمل تركيز معين من الأكسجين ليس تتحمل لفترة فكأنه مضرب تتحمل من الأكسجين ممكن أن نتميز عن البقية بالأنتجين الصوت كلها تتحمل سوماتيك 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 تمام الفلاجيلة التي يختلف بين السلالة والسلالة لكن كلها نفس السوماتيك سوماتيك كلها تنتج نفس النوع من الديفان ومثل البقية كنا داعش نوع سبع نوع من الديفان لا هذه نوع واحد نوعية مصددي من التوكسن من الديفان شيء التوكسن التي تنتجه هو تتانوس بازمين وتتانون لايسين الأول مسؤول عن تقلص العضلات والثاني عن تحلل الدم تتانوس الكوزاز بالكاف تتانوس ومعنى التقلص الشديد ومعنى التقلص الشديد ومعنى التقلص الشديد وباللاتين تتانوس من ينتج من 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 تتانوس من 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 تتانوس التوكسن تبقى عاد العراض التتعس نشوف الجروح ما بيذك العراض الالتهاب الشديد التقيح الاحمرار العالي الانتفاف لا موضع الالتهاب موضعي و ضر جدا بسيط التوكسن موضع الانتفاف سبوريليشن و سيطوريليشن شو كنت نجد التوكسن أيضا مثل بقية علماء الأقراء للكلوسيدوم أثناء النمو وأثناء المباتل السبور وأثناء تحلل الخلايا في كل أطوار ينتج التوكسن التوكسن ينتقل نورال فالس النقطة جدا مهمة ينتقل بالعصاب بالعصاب ينتقل لا بالدم ولا بالنف ولا غيره ينتقل بالعصاب ثمانيا من من الجرح الموضعي من الجرح الموضعي إلى موضع الموضعي عندما يشتغل على الجهاز العصبي المركزي نورال نيربوس نورال نيربوس نورال نيربوس و صلابه بالعضلات الإرادية بالعضلات الإرادية العرض المميز في هذا العرض هو لوق جو الفك المقفل لوق جو الفك يقفل ولا يمكن فتحه بسبب تقلص ما هو تقلص؟ تقلص بسبب هذه العضلة عضلة المس عضلة الفك نسموها ماسيتر مصل نرى هذه الصورة نرى هذه العضلة هي الماسيتر مصل شون متقلصة والفك مقفل بقوة وألم شوفنا تجعل هذا الشخص الألم بسبب هذا التقلص الشديد بسبب الكوزاز يسمو هذه الحالة اللوك جو الفك المقفل مقفل وراء هذا الفك يبدأ الصلابة تشمل كل الجسم وتبدأ طبعا التقلصات الجذع Sparms of trunk and limb muscle من الفك تبدأ تنتقل على هذه التقلصات والصلابة في العضلات وين تروح؟ إلى الجذع والأطراف عضلات الأطراف وعضلات الجذع تقلص تقلصا شديدا Spasms of pharyngeal muscles ومقضمها هذه العضلات أضلات البلعوم وذلك لماذا نقول صعوبة بالبلع يعني يمتنع نهائيا لا يمكن يبلع أي شيء هذا الشخص بسبب تقلص عضلات البلعوم نرى هذا الطفل مصاب بالكوزاز نرى التقلص بحيث الأطباء لازمين من رجله ومن رأسه وهو واقف كأنه مصطرة يعني جلد متقلص عضلات الرقبة عضلات الجذع عضلات الأرجل واليدين والفك كله متقلص صار عمالك خشبا عضلات 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 طبعا من هذه العضلات عضلات التنفس ستصر بها شلل انقباضي شلل تقلصي ومن راح تتحرك بس متقلصة بالتالي للموت بسبب الاغتناع أكيد عضلات 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 يعني من الأسبوع الى 6 أسابيع تبدي هيفظة الحضانة تبدي تطار العضلات 4 إلى 6 يعني بجزء من 4 أيام الى 6 أسابيع أو من 6 يام الى 6 أسابيع الحد الأقصى هو 6 أسابيع تطار العضلات هيفظة الحضانة الى الماغرة النوع الاخر هو خلوشتريدوم ديفيسيل ايسلاته بحول و اوطول في 1935 قوسيس انتبايتك اسوشيات الدارية الازهال المرتبط بالانتبايتك كولايتس والتعب القلون والتعب القلون بالغشاء الكاذب في الانسان هذي الامراض الثلاثة تنشئ من والتعب القلون في القلون بسبب انتعاش هذه البكترية في القلون بعد ان النورموفلورا كانت تحضر بعدما تموت هاي النورموفلورا اللي مدوين بالقلون بسبب انتبايتك ثرابي بسبب المضادات الحياتية تقتل النورموفلورا فتنتعش في ديفيسيل وسبب ان واحد من هذي الامراض الثلاثة شكرا جزيلا لعظائكم شكرا جزيلا لعظة شكرا جزيلا لعظة